السلام عليكم اتمنى تكونوا على خير مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة صفاء ديليس ان شاء الله سنحضر معكم مائدة غداء التي سنحضر فيها سردين مشميل في الفرن هذا سردين اللي يطلبوا مني بناس بزاف وقلت علش الله ما نعودش الوصفة معكم البنات اللي الله اجدادت في القناة باش يشوفوا الطريقة سردين مشميل في الفرن كأنه مقني لكن بدوني قليل بدوني طريقة صحية سنحضر معكم ايضا سنجل مقليب طريقة سهلة بلما يشرب ليكم الزيز بزاف والعصير العجيب اللي برتقالة واحدة وحامضة واحدة كي يجيل ديد بزاف وطريقته سهلة فكي نحتاجوا لكمية من سردين كننقيوه وكنغسلوه وكنوضعوها كده في شبكة باش كنخليوها كيتصفى من هدك الماء الكيمية كتوقع لحسب عدد الأفراد ولا حسب الرغبة غدي نحتاج كيمية هكذا مهمة من القصبر المعدنوس اللي مقطع وغدي نحتاج لأعواد دي القصبر والمعدنوس ومع الوريقات ديالهم هدو غدي نفرشهم يمكن لكم تعوضوهم ايضا بالكرافس عصير نصف حامضة جوج حتى الثلاث فصوص من التو محكوكين وبنسبة التوابل غدي نحتاجوا من قليل من الملح لحسب الضوك الإبزار ملعقة صغيرة كابون ملعقة صغيرة فلفل احمر او تحميرة ملعقة صغيرة خرقوم او كركم ملعقة صغيرة زنجبيل والقليل من فلفل حار او السودانية اللي كتبقى اختيارية غدي نستعمل الهريسة او لسلسة حارة هدي كتبقى اختيارية انا كنستعمل يعني الحار غدي نحتاجوا زيد زيتون وغدي نحتاجوا الساميد الرقيق اللي كنحضرو به الحرشة هو اللي غدي نستعمل اليوم يمكن لكم تعوضوه بالفينو او لدقيق قمح الصلب انا عادة كانستعمل الخبز لمحمص لمطحون او للشابلوغ اليوم ما كانتش عندي هدا علاش استعملت ساميد الرقيق فاي حاجة توفرات عندكم فهدو يمكن لكم استعملوها فاخديت ايناء اللي وضعت فيه القزبر المعدنوس اللي مقطع غدي نضيف التوم غدي نضيف التوابل اللي عندي كاملين غدي نضيف الهريسة تقريبا واحد ملعقة صغر فانا كان بغي الحار هدا علاش كان استعملوه بالزاف الوصفات لما كيبغيش الحار مي يعني ما يستعملوش غدي نضيف عصر نصف حامضة وغدي نضيف زيت زيتون تقريبا واحد ملعقة كبيرة حتى ملعقتان كبار كنخلطهم هكذا مع بعض وغدي ناخد قليل من الماء غدي نضيف هكذا بشوية بشوية وانا كنخلط يعني حتى كيندام جوليا مع بعض فاتقريبا يعني بحل الحشوة العادية دي السردين اللي معروفة من زمان كنحضروها به هناكي الناس اللي كيضيفو هكذا بتاطعم حكوكا هكذا في الحشوة كيلي كيبغي ضيف البصلة يعني البصلة كتحكوها في الحشوة كالغليدة وكيضيفوها كيبقى لكم اختجار انا كنستعملها غير هكذا خديت هذا الاناء او للمول زجاجي اني غدي نضيف فيه السردين ووضعت فيه هدك الاعواد دي القزبر والمعدنوس كليكم تعودوهم ايضا بالكرافس الى عندكم ومن بعد كان اخذو هكذا كمية من السامين كان وضعوها هكذا في واحد تبصيل ولا ايناء يعني قياس واحد ملعقة كبيرة حتى الملعقة سان كبار ما كانحتاجوش كمية كتيرة من بعد فكان اخذ السردين كان وضع فيه هكذا الحشوة في الوسط وكان اغطيه بسردينة اخرى كان وضع القليل هكذا من برا وكان وضعوه في هديك السامين اني ممكن لكم تعودوه بفينو او لبلاشا بلوغ يعني الخبز المحمص اني كانت تحنوه فهد لاشا بلوغ ممكن تحضروها غير في البيت كتاخدو الخبز اني كبقى لكم كتتحمروه او لكتوضعوه غير في اعنة البانيني حتى كيتقرمن ومن بعد كتتحنوه ويمكن لكم تسعملوه فنبقى مستمره بهذه الطريقة حتى نكمل هالكيمية كاملة فالسردين يعني على الاقل خاصة نديروه مرة في الاسبوع لانه رفيه فوائد عديدة وخاصة نستغلوه لانه حتى التمندينوه مناسب ونحضروها هكذا في الفرن او لانن نحضرو الكفستات على السردين ايضا كتجي لديه فمن بعد ما كمنت كناخد القليل من زيت زيتون تقريبا 1 ملعقة كبار كنوضعهم هكذا من فوق اللي يمكن لكم تعوضوه بزيت نباتية ومن بعد كندخلوا الفرن كنشعلوه من تحت ومن فوق حتى كي يطيب وكيتحمر ما كيحتاش وقت طويل اللي عندكم فرن غازي كيشعلوه من تحت او لمن فوق يمكن لكم تشعلوه من تحت هو الاول حتى كي يطيب ومن بعد كنشعلوه من فوق حتى كيتحمر وقدموه بصحة والراحة وهنا فنحضر معكم دنجال المقلي خليد دنجال وقطعتوه هكذا دوائر ما كيكونو شرقا كنخليوهم هكذا شوية غلط وضعتهم في الماء ومن بعد غادي نضيف ليهم كيمية من الملح تقريبا 1 ملعقة صغيرة هنسا عملت جوش حبات من دنجال كبار وكنخليوهم في هاد الماء يعني كنخليوهم 1 نص ساعة او لا اكتر فغادي ناخد هنا يا تقريبا 1 ملعقتان كبار ثلاثة من دقيق نضيف لها الملح ملعقة صغيرة من الكامون نضيف القليل فقط من الابسار نضيف ملعقتان صغيرة من الفلفل احمر او لط حميرة ونضيف تقريبا هكذا ملعقة صغيرة من الفلفل حار او للسودانية اللي ما كيبغيش الحار مايضيفهاش نضيف القليل من توم بودرة هذا كيبقى اختياري هو البصل بودرة يعني لما كنوش متوفرين عندكم امكنكم ما تضيفوهمش وغادي نخلطهم هكذا مع بعض باش هاداك الدنجال يعني كيجينا بنين مني كنا نضعوه في هاد دقيق فهنا من بعد كناخد هاد الدنجال مباشرة وكنوضعوه هكذا في الدقيق وفي هاد الاثناء فكنكن يعني وضعت الزيت على نار خليتها كتسخن ومن بعد ما غادي نوضع هاد النجال هكذا في الدقيق كنوضعوه مباشرة في الزيت وهي ساخنة على نار تكون متوسطة مشي مجهدة بزاف وفنفس الوقت ما تكونش ناقصة باش ما يشربش لكم الزيت فكنخليو الدنجال حتى كيتقله على هاد الجهة التحتانية ومن بعد كنقلبوه على الجهة اللي من فوق ومن بعد ما كيتقله وكيتحمر فكنزوقله من عن النار وكنحاول نصفه كنوضعوه هكذا في الورق النشاف وكنستمر به هاد طريقة حتى غادي نكمن كمية ديال الدنجال اللي عندي كاملة وهنا فا غادي ندوز معاكم باش غادي نحضروا العصر العصر العجيب اللي برتقالة واحدة وحامضة واحدة سبق لي ايضا شاركتوا معاكم فكنحتاجوا لي برتقالة وحامضة كنكونوا ديجا وضعناهم في المجمد يعني على الاقل واحد ساعتين من قبل انا فكنكن ديجا وضعاهم يعني بكمية كتيرة كنحتافض بيهم في المجمد الوقت اللي كنحتاجهم كنجبدهم هكذا تقريبا بحد نص ساعة قبل بما هكذا كيديك انجلوا غير شوية باش كيسهل علي انا نقطعهم وانطحنهم فكنقطعهم هكذا مكعبات صغيرة وكنوضعهم في الكأس دي الخلاط الكهربائي بالنسبة الحامض والبرتقال اللي تسامنوا من الاحصن انه يكون ديال العصار يعني تكون القشرة ديالورقيقة باش ما يجيكمش فيه المدق ديال المرورة من بعد ما قطعتهم غادي نضيف ليهم تقريبا كأس صغير من السكر والسكر راكيبقى على حسب الضوغ يعني روخها هد الكأس صغيرة ما كيجيش هد العصار حلو نهائيا ليكيبغي الحلاوة اكترين كلوا يضيفها غادي نضيف كمية قليلة في الاول من الماء وغادي نوضع هد البرتقال والحامض حتى كيضحن من بعد ما طحنه زيان فكنضيف ليه الكيمية اللي بقات ليه من الماء ففي المجموح استعملت لتر ونسب الماء مع برتقالة واحدة وحامضة واحدة كان عاود نطحنهم مرة اخرى وإلا كان عندكم الوقت فكتوضعوهم في الضلاجة كتحتفظوا بهم حد نس ساعة حتى الساعة لحسب الوقت اللي عندكم أنا هنا كنت زربانة فصفيتهم هكذا مباشرة وقدمتهم حتى هكذا يعني كيجيوا مزيانين إلا كنتوا زربانين غير هو لا كان عندكم الوقت ممكنكم تحتفظوا بهم في الضلاجة عادي جبدوه وتصفي وتقدموه فكامقا كان نضغط هكذا بالملعة قاحسة كيبقالية هكذا غير هد الحشف يعني كيولي ناشف كم زولوا وبنسبة لهذا العاصر فكنا نضعوه هكذا في الكأس دي العاصر وغادي نقدموه هكذا مباشرة كيف ما يمكن لكم تحتفظوا بهم في الضلاجة الوقت اللي بغيتوه تقدموه من بعد ما تعب السردين فكيكون هده وشك ديانه كيجي محمر كيجي بحل مقلي يعني اللي يدعقوه كيقول بأنه مقلي لكن غير في الفورم طريقة سهلة وطريقة صحية كنا نتمنى أنكم تجربوه إلى مازال ما جربتوه يعني ابنات بزاف تجربوه وعجباتهم هالطريقة وفي نفس الوقت تركتنا من هديك روينة ديال النقلي والريحة ديال السردين من اللي كيتقلى بالنسبة للعاصر ديال بلتقالة وحامضة كيكون هده وشك دياله كيجي منعيش ونديد وكيجي يعني كونسنتخي غير بلتقالة وحدة وحامضة واحدة كيجي نديد ودنجال اللي يمقني كيكون هده وشك دياله كنتمنى أن فيديو اليومين لإعجابكم وتجربوه فإلى عجبوكم الوصفات لحد الدرس معكم ما تنسوا جدروا لياجم وسبق تاجيوا الفيديو ما أصدقائكم وإلا كنتوا كتزروا القناة الأول مرة مرحبا بكم ما سبقلوشها ليابل الشراك وتفعلو زر الجرس باش يوصل لكم جديد الوصفات وما بقى لياجم نقول لكم تلقوا فيديو جديد ووصفات جديدة إن شاء الله خليتكم على خير